بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد موضوعنا معكم عن كتابة الملائكة لأعمال بني آدم وأن الأعمال ترفع إلى الله يوميا في صلاتي الصبح والعصر وترفع إلى الله في كل أسبوع في يومي لسنين والخميس هذا على جهة التفصيل والبيان ثم ترفع أعمال العام كاملا في شهر شعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله أي على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صعيم وقف العلماء عند كتابة أعمال الإنسان فقالوا هل يكتب الملائكة ما فيه السواب وما فيه العقاب فقط أم يكتبون كل شيء قالت طائفة من العلماء إن الملائكة تكتفي بكتابة ما فيه السواب والعقاب وقال أكثر العلماء أن الملائكة تكتب كل شيء حتى الحركة حتى السكون حتى الابتسامة حتى النوم قالوا حتى الأنين في المرض الإنسان وهو في مرضه له أنين لا يعلمه إلا الله الملائكة تسجل هذا الأنين ثم وقفوا عند لطف الله ورحمته في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن سلاس عن الصبي إلى البلوغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق قال من رحمة ربنا أنه يكتب للصبي الخير فقط يأمر الملائكة أن يكتبون للصبي الخير فقط وللمجنون الخير ومع ذلك يسيبه على هذا الخير أما الشر فلا يكتب هذا في حق من؟ مما رفع عنه القلم كالمجنون وكالصبي الملائكة يكتبون للصبي أو للمجنون ما يقوم به من عمل الخير أما ما يقوم به من عمل الشر لا يكتبونه لأنه لا يدري ولأنه لا يعلم أنه شر واستدل العلماء بحديث تلك السيدة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبيه قالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ أل هل يمكنه أن يذهب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أي له حج رغم أنه غير مكلف بالحج فالملائكة تكتب لهم الخير ولا تكتب عليهم الشر وهذا من لطف الله ورحمته به ثم وقف العلماء عند معنى في غاية الأهمية قالوا هل تمحى السيئات من صحائف الأعمال في حالة التوبة؟ قال مجموعة من العلماء تمحى ولكن الأغلبية أنها لا تمحى لكنها تمحى من ميزان العبد تمحى في حقه كأنها لم تكن لكن لماذا لا تمحى من الصحيفة على وجه التحديد؟ وهؤلاء استدلوا بأدلة ما جاء في قوله تعالى فمن يعمل مسقال زرة خيرا يرى مسقال زرة ومن يعمل مسقال زرة شرا يرى يعني يقرأه يوم القيامة في كتاب أعماله أو في صحيفة الأعمال واستدلوا بقول ربنا سبحانه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها لكنهم قالوا ما الحكمة أنها تبقى في صحيفة الأعمال مع أن الله قد غفرها للعبد قالوا لأن الله يدني العبد يوم القيامة وَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ يَعْنِ يَسْتُرُهُ بدون تشبيه يدني العبد يقربه يوم القيامة منه بدون تشبيه فالله سبحانه ليس كمثله شيء وَيَضَعُ كَنَفَهُ عَلَيْهِ يعني حاجز حتى لا يطلع عليه الناس حتى لا يُفضح بين الخلائق ويأتيه بكتاب أعماله ويقرأ يقول له هَلْ فَعَلْتَ كَذَا؟ فيخجل ويقول نعم يا رب هَلْ فَعَلْتَ كَذَا؟ فيخجل ويقول نعم يا رب ربٌ كريم لا يفضح عباده لكنه يكتبها عليك ليُقرِّرَكَ يوم القيامة لتُقِرَّ يوم القيامة بما في هذا الكتاب من أعمال ولا تجحد فإذا قرره أي بما فعل يقول له رب العزة سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ يعطيه علامة لماذا سترتها عليك في الدنيا؟ لماذا سترتها عليك؟ ولم يعلم بك أحد من الناس ولم يطلع عليك أحد من الناس سترتها عليك لأنني سأغفرها لك اليوم فلهذا تبقى الزنوب في صحائف الأعمال لأن الله سيقرر العبد يوم القيامة بما فعل وبما اقترف ومع ذلك فهو رب كريم غفور من رحمته أنه قال إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ رب كريم رب غفور رب رحيم لا يفضح عباده ولا يريد لهم العذاب وإنما يحب لهم الخير ويحب لهم الجنة ولا يرضى لعباده الكفر ولكننا مع كل هذا واجب علينا أن نخجل منه وأن نستحي منه سبحانه وتعالى الحياء من الله أمر في غاية الأهمية أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرطاه هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته